سلام المسيح مشاهدين الأحباء برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة ونعمة وبركة لكل أحبائنا على صفحات التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب برحب بيكم جميعا اليوم النهاردة إحنا يوم 13 نوفمبر وإحنا قربنا جدا من يوم 18 نوفمبر يوم 18 ده أول يوم صلاة من أجل العابرين في العالم كله زي ما قلنا لكم وعملين نقول لكم بقالنا أسابيع عديدة أنه اليوم ده يعني خصاصته قناة الحياة ومع منظمات أخرى لأننا نصلي بصورة خاصة للعابرين في العالم كله اليوم ده بتشترك معنا فيه الكنيسة والمؤمنين بكل أطيافهم عشان نتحد فيه في الصلاة علشان نشكر ربنا أولا من أجل عمله في العالم كله علشان الرب هو اللي وصل الخبر الصار للمسلمين حول العالم كله وكانت النتيجة أنه ملايين من المسلمين قبلوا المسيح وعرفوا خطاصه ولكن طبعا ده أدى إلى اضطهادات كثيرة ومراحل انتقالية كثيرة في حياة العابرين وأيضا في طريق الكنيسة فاحنا بنتحد في اليوم ده ونصلي أنه الرب يعين العابرين في كل ظروف حياتهم ويعدهم ويأيدهم علشان يكونوا رسالة المسيح الوضحة في وسط عائلاتهم ومجتمعاتهم ودلوقتي خلينا نشوف مع بعض الفيديو القادم ده الرسالة من القصة ياسر الترابية تفضل 18 نوفمبر 2020 رح يكون اليوم العالمي للصلاة لأجل المؤمنين بالمسيح من خلفية إسلامية اللي هو أنا واحد أيضا منهم ونحن كتار في هذا العالم عايزين ندعيك أنك تشارك في الصلاة معنا ولأجلنا ولأجل كل المؤمنين بالمسيح وعايزين نقولك من داخل أعماق قلوبنا أنت مش وحدك أمين عايزة قبل ما أبتدي موضوع النهار ده عايزة أعلق على الحادث اللي حصل في السعودية من يومين ثلاثة في اليوم اللي كان فيه احتفال بانتهاء الحرب العالمية كان فيه احتفالية بسيطة في إحدى المقابر لغير المسلمين في السعودية وفي المقابر دي اجتمع عدة ناس من سفارات مختلفة ويعني طواقف مختلفة من مثلا يعني سفارة فرنسا أنجلترا مصر كتير من الناس الدبلوماسيين كانوا موجودين في المكان ده كمان ناس سعوديين كانوا موجودين وبيحتفلوا باليوم ده وحصل تفجير في المقابر دي حقيقة أنا مندهشة العالم كله بيستنكر أنه حصل تفجير في المكان ده مقابر فيها يعني أنا مشابهمهم عايزين يفجروا ايه يعني عايزين يفجروا الميتين ولا عايزين يفجروا الناس اللي راحين يزوروا ايه الرسالة اللي انتوا عايزين تدوها يعني للناس التفجير ده حصل في يوم الناس بتحتفل بيه بنهاية حرب وبداية سلام وبداية عهد جديد فيحصل حادث زي ده يستهدف ناس من أطياف مختلفة وبلاد مختلفة في دولة المفروض انها يعني لما يعني المفروض ان هما بيحافظوا على سلامة الناس اللي موجودة فيها طبعا الحادث كان تكتوا إصابات وجرحة ومنهم كمان سعوديين يعني يعني مش ناس غرب بس ولا أجانب بس فأنا مش عارف اللي كان رايح علشان يفجر الكفار ده عايز يفجر الكفار الميتين ولا عايز يفجر الكفار الأحياء يعني مش فاهمة إيه الهدف ولماذا دائما نجد علامات شر وعلامات يعني إرهاب دائما موجودة أينما وجد الإسلام ده سؤال خلينا نفكر يعني الناس اللي بتبرمج أقول الناس اللي بيفجروا نفسهم دول يعني سألوا نفسكم إنت حتستفيد إيه من إنك تفجر واحد ما تعرفوش في وقت الناس بتقول فيه إحنا بنحتفل ببداية سلام في العالم أو نهاية حرب في العالم إنت بتقول الحرب مستمرة لأنه دي من مبادئ الإسلام الأساسية وده شيء يجب أننا ننتبه له ونرفضه أين كانت ديانتك أين كانت اتجهاتك الفكرية ليه اللي أنت عايز تعيشه لازم يحصل بدم الناس ده سؤال مطروح للجميع طبعا تنظيم داعش أعلن تبنيه للاعتداء على مقبرة غير المسلمين في جدة والمصر اليوم كاتب عن الموضوع ده واليوم السابع كاتب عن الموضوع ده وفيه بلاد كتيرة وسفارات كتيرة وناس كتيرة استنكروا الحادث أنا بصلي إن الله يعني يغير الوضع ده ويعمل في قلوب الناس أفراد قبل حكومات علشان ننتقل إلى يمكن حقبة من الزمن نكون بنفكر فيها نبني بلادنا بدل ما نهدمها بالعداء والشر الدائم النهاردة ذكرى ليوم مقتل الناس اللي قتلوهم الإرهابيين في وقت تشارلي إبادو عندنا دايماً ذكرى لحادث إرهابي هنا ولا هنا دايماً بيحصل دايماً فيه يعني ذكر لحادث إرهابي أساسه حاجة فكرة إسلامية عايز المسلم إنه يفرضها على العالم كله أنا بصلي إن الفكرة ده يتغير وإنه الحوادث دي تنتهي حتى ينتبه المسلم وغير المسلم لحياته الروحية وفهمه العقلي للحياة مع الله خليني أطهل في حلقة النهاردة قبل ما أبتدي الحلقة كمان عايز أقول لكم إنه حلقة النهاردة دي حاجة ربنا حطها على قلبي كده من خبرات شخصية وعايز أتكلم فيها معاكم يعني بقلب مفتوح وحبة إنكم تعملوا مدخلات وتسألوني أسئلة عن الموضوع أو تشاركوا خبراتكم الشخصية في الموضوع النهاردة حلقتنا حتكون عن يد الله مع الأبناء يد الله مع الأبناء دي مش يعني هي تعبير وإقرار إن يد الله مع أبنائه بنشوفها في الكتاب المقدس على طول الخط لما الله بيكلمنا كأبناء ولما الله بيكلمنا عن أبنائنا كأبنائه ولما الله بيعلمنا إن إحنا نعيش بحق البنين في يد الله دي مع الأبناء عايزاها تكون عبارة مطمئنة ليك أنت وأنت أبناء الله وأبنائكم اللي حابة إن إحنا نتكلم عنهم اللي هي مسؤوليتكم دول بردو أبناء الله بالتبعية ولكن أيضا لازم يكون بقرارهم وبختيرهم وياد الله هي اللي تخليك تشوف إن حكمته في التعامل معنا ومع أبنائنا بتدينا السلام والثقة فيه والإيمان بعمله والسكينة أمامه الكلام ده أيضاً يعني الموضوع ده كان بمناسبة اقتربنا كمان من يوم الصلاة للعابرين أنا بقدم حلقة النهاردة لكل المؤمنين لكن العابرين بصفة خاصة المبدأ للجميع لكن أنا عايزة العابر والعابرة يسمعوني النهاردة بصورة شخصية بمنظور آخر لإن العابرين محتاجين إن هم يسمعوا كلمة الرب بتركيز أكتر على شخص الرب علشان يشوفوا الفرق بين شخص هذا الإله اللي بيتبعوه النهاردة وشخص الإله اللي كنا بنتبعه في الماضي الرسالة دي خاصة ليكم لإنها بتمس الحاضر النهاردة إزاي تعيشوه مع الله ومستقبلكم تعيشوه مع الله إزاي وأيضا توضح لكم الفرق من كل العظمة اللي ربنا بيديها لك في حياتك النهاردة دي والماضي فتعرف تعيش بنور واختياراتك تكون حسب قلب الله اختياراتكم إنكم تبقوا في بركة الرب في معية الرب انتم وأبنائكم معاكم دي حاجة مهمة جدا مهم أنك تعرف إنك مبدائيا الله حايزي فهمك أنت عشان تعرف تربي ولادك إن هم يعرفوه بشكل أفضل وينمو فيه بشكل أوسع ويعني أعمق كتير من العابرين عندهم قصص تخص الأبناء بالذات وخاصة السيدات وأنا منكم يعني اللي عارف قصتي عارف إن قصتي داخل فيها اهتمامي إني لا أنفصل عن أولادي وإني زي أربيهم في وقت كان فيه أمور كتير مرعبة وإنه إزاي أوجههم إن هما يختاروا الله بحرية فيختاروا بقلبهم فده طريق طويل هما بينمو فيه وإحنا بننمو فيه أقرب إلى الله فيه ستات كتير بيسمعوني النهاردة من العابرين فيه ناس خرجوا معهم ولادهم زيي وفيه منكم اتحرموا من أولادكم من أولادهم وبسمع قصاصهم وبيشركوني قصاصهم كتير وفيه منكم لسه قاعدين مع أولادكم ولكن أولادكم لسه لم ينضموا للإيمان لم يعرفوا الله لم يقتربوا من حق المسيح فأنت وإنت عليكم دور إنكم تقتربوا منهم وإنكم توروهم إن الله غيركم من الأب أو الأم اللي كان بيتعامل معاهم بصورة إسلامية بحتة إلى الأب والأم اللي الله غير قلوبهم فبقوا يشوفوهم ككنز من الله وفيه منكم اللي رفضوا من أبنائكم بسمع كتير عابرين بيحكوا لي حاجات عن قد إيه أولادهم مش عايزين يتعاملوا معاهم لأنهم بقوا كفار ورفضوهم لأنهم تابعوا المسيح اوعي تيقسي الله عنده رسالة خاصة ليك النهار ده يمكن أقفوا اتكلم في حتة العابرين اللي رفضوا من أولادهم أولا رفض ابنك أو بنتك ليك أو ليكي مش لشخصك ولكن لشخص المسيح اللي فيك ومعونة الله اللي عايز يقدمها لك النهار ده إنك تعتمد على معرفتك برحمته ومحبته وعدله وإنك تعتمد على ثقتك في إنه يقدر يغير هذا الظرف فيقربك من ابنك أو بنتك مهما كان شكل العلاقة بينكم وحش أنا بقول لك النهار ده إذا ابنك أو بنتك رفضوكي أو رفضوك صلي من أجله باركهم في كل لحظة لا يعني تتوقف عن محاولة التواصل معاهم اوعي تبعد لأنهم رفضوك خليك قريب وخليك قريبة باركيهم وشاركي معاهم وإديهم وإغنيهم واصرفي عليهم واصرف عليهم وعمل كل جهدك علشان يشوف فيك سورة المسيح كل ده إلى جانب إن صلاتك وثقتك في الله وعود الله في الكتاب المقدس بتقول في اسم يسوع إنه آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك حقف وصلني من أجل النقطة دي بالذات لأنه المتقلمين منكم بسبب انفصلكم عن أولادكم وبناتكم أنا عارفة إنه الله عايز النهاردة يشفي الألم ده ويضمد الجراحات ويشفي العلاقات بينكم وبين بعض يا رب إحنا بنتقدم ليك يا سيد بنقول لك يا رب إنه إحنا عندنا ثقة إنه العابرين والعابرات اللي تبعوك النهاردة والعلاقاتهم مكسورة ببناتهم وأولادهم أنت يا رب اللي تشفي هذه الجراحات وتقرب العلاقات بينهم بإعجاز وإنك تفتح عيون الأولاد دول وإنك تحاصرهم من كل اتجاه بإنهم يسمعوا عن عظمتك ومجدك ومحبتك ليهم بالصفة شخصية فيقدروا يتعاطفوا مع الأم أو الأب ويفهموا ليه هم اختاروا يتبعوا يسوع يا رب أنا بصدق إنه اليوم أنت تضع شفا في هذه العلاقات وتجبر يا رب تجبر كل مكسور من العلاقات دي في اسم يسوع المسيح عايزة أقول لنا في حياتي الشخصية كان عندي مرحلة من الغضب الشديد ضد أمي لأنها اختارت المسيح ولأن اختيارها غير حياتي بصورة كبيرة جدا وخلاني أبقى منبوزة في المجتمع أو مهانة من عيلتي أو ينظر لي على أني دي بنت الكفرة أو دي بنت كذا لكن النهاردة أنا بقول شهادة إن أمي قدمت محبة لم أراها فيها وهي مسلمة وده اللي جذب قلبي لها وجذب قلبي لمحبة المسيح إلى أن مسكت الكتاب المقدس وعرفت بنفسي لو النهاردة أنت أو أنت بتسمعوني وأنا يعني يمكن أكون بتكلم عن مامتك أو باباك أو أختك أو أخوك وأنت لسه مسلم أنا بقول لك المسيح هو ليقدر يوريك الحقيقة والمسيح جعلهم ناس أفضل مش أوحش فأنت انقبلت الشخص ده ما يعبكش أنت شايف حاجة حلوة وانت شايف حاجة حلوة ما تقطعوش العلاقات العائلية والله يضم الجراحات القلبية أمين النقطة التانية اللي حاب أتكلم فيها زي ما قلتلكم أنا عندي نقطة متفرقة عايز أتكلم فيها في موضوع الأبناء وأبناء العابرين بالذات والعلاقات بينهم لكن النهاردة يعني عايز أقول أنه إحنا كعابرين عندنا مفاهيم في كل أمر من الأمور اللي بنتكلم فيه في حياتنا لازم يتغير علشان نحصل على بركات الله ويكون بركات الله دي عن وعي وعي بحضوره الدائم أولا لازم نعرف إحنا بنتبع مين إحنا المؤمنين بالمسيح بندعو الله أبانا زي ما ربنا علمنا فإذا كنت بتتبع أبوك أنت بتتبع الله لكن إذا كنت بتفكر أنا بتتبع أبويا مش قادر أنسى الأخت اللي قالت إزاي في سمو في هذه العلاقة المسيحية بالله لأنه الله حط كده رفع قلوبنا دي شهادة من الشهادات اللي وصلتني يعني أنه الله رفع مكانتنا علشان ندعوه أبونا هناك الكثير من القصص يعني أما ييجي العابر أو العابرة يعبروا عن أول حاجة جذبت قلبهم لله إنه الله قال أنا أبوكم وإنه المسيح علمنا إنه لما نتحدث مع الله نقوله يا أبانا الذي في السماوات أقول الشهادة دي عن ابني إنه عندما عارف المسيح عارف إنه ده أبوه السماوي وإنه العلاقة القلبية بينه وبين الله بقت علاقة أب وابن فاتغيرت حياته بالكامل وتغيرت صورة الله في عينه بالكامل فإحنا كمؤمنين النهاردة لازم نعرف إحنا بنتبع مين نتبع الله أبانا اللي في السماوات الأب السماوي خالق الكل بيشوفنا طول الوقت هذا الأب السماوي يراك طول الوقت غير أبوك الأرضي اللي ممكن يشوف احتياجاتك وما يلبيهاش أو يشوفك أو ما يشوفكش أو يشوفك يوم ويشوف أخوك اليوم التاني ما عندوش القدرة إنه يبقى شايف كل احتياجات العيلة كلها مرة واحدة لكن الأب السماوي شايف كل احتياجات قلبك وعارف الخطة اللي هو عايزك تمشي فيها في حياتك اللي هو عايزك تختارها اللي هتوصلك لي الأسبوع ده كانت بنتي بتزورني ومعاها عائلتها معاها جوزها وأحفادي اللي اتنين فيعني بنتي أنا مرتبطة بيها كبنتي ربتها كبرتها شفتها بتكبر وبتختار لكن الأحفادي دول إزاي أنا ارتبطت بيهم كده أنا ارتبطت بيهم من خلال بنتي ولكن أيضا أنا أراهم كأشخاص منفصلين كل واحد فيهم ليه شخصية مختلفة كل واحد فيهم ليه احتياج مختلفة وكل واحد فيهم بحبه بطريقة مختلفة هكذا يرانا الله الله يرى كل اختلاف وكل احتياج في حياتك ويستجيب لي ويتجاوب معاه مفيش حاجة بتختفي عن عينينا الله زي ما يعني ارتباط ارتباطك انت وأولادك وبناتك كده الله مرتبط بيك بنفس الطريقة خليني أخد مكالمة وأرجع أكمل الفكرة أخت نجراء أهلا بيك سلام المسيح معاك أهلا أخت أماني سلام ونعمة حبيبتي أمين أمين أشكر رب لأنه عنوان الحلقة من أروع ما يكون وعملي ونافع يعني الحقيقة أنه كثير بحاجة لها نعرف علاقتنا بالله وأولادنا علاقتنا والنعمة ونقدر النعمة اللي الله بيدنا فيها الخط بيقطع شوية لو تقدري يريد تحرك التليفون شوية عشان أقدر أسمعك يا نجل آه أوكي أنا سمعك كده أهلا أحسن آه أهلا أمين ممتاز أنا إلي اختبار أخت أنا إلي اختبار مع ابني المجلة اسم يسوع آه ابني لما طلبته من الله كنت أصلي بدي طفل كنت أحكيله أعطيني إياه وأنا بعطيك إياه زي أم صموئيل فالمجلة اسم يسوع أكرمني بشب المجلة اسم يسوع فبنص المشوار أو أول المشوار ربنا أنا افتقد أبوه سحب أبوه وما كان مريض ما كان أي إشي الآن أنا بمخي أنه الولد ابني صح فراح أبوه صارت المسؤولية غير شكل صارت الحياة يعني فاضية صارت الوحدة فيه فراغ كبير 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 الآن لوقة 16 بحكي إحنا مش ممتلكين لأولادنا إحنا فقط وكلاء يعني أي وقت الله بدي حاسبنا على هالأمر اللي بإيدنا الآن ربطت إنه إحنا وكلاء والله أكرمني في بناء على طلبي إنه طلبت يا رب عطيني طفل عطيني يا يسوع ظلتني فترة طويلة أصلي وأصوم فالمجلة اسم يسوع لما الله افتقد أبوه صلينا أنا وليا دخلنا على الورفة كان أبوه مصلي روحي يدوب إليه ربع ساعة بالمستشفى فحطينا إيدنا على صدره وصلينا حكينا يا يسوع أنت أخدت الأب أنت بدك تكون الأب فشو بيحكي ابني بقولي ماما إحنا دائما منصلي منحكي أبانا الذي في السموات إذن لا بيموت ولا بمرض ولا بتركنا ولا إشي إحنا أبانا الله أبانا المسيح أخت ناجلة أنا عايزة أقول المشاهدين أن أنا أعرف الأخت ناجلة كويس صديقتي العزيزة جدا من سنين طويلة تقدري تقولي لي ابنك كان عنده كم سنة أنا حب أنك تشاركي المشاهدين في الوقت ده ابنك كان عنده كم سنة ابني كان أمره بالضبط عشر سنين ما عنده أخوان وخوات فكان متعلق فيه بأبوه عشر سنين قدر يعرف أنه الله هو أبوه اللي مش هيسيبه قبل ما تكمليني الفكرة إيه الحاجات اللي في حياتك اللي ورّت الولد ده أنه أبوه السماوي أقرب لي من أي شخص على الأرض رائع رائع أول ما يولد الطفل تنشئ نشئ على كلمة الله أول كتاب بل يعني عمره كان بدون مبالغة وفيه عندي فيديو على الحكي وعمره يدوب أثم من شهر كنت أقرأ له الكتاب المقدس له My First Bible ودائما الترنيم بأذانه هو صغير صغير لما كتاب راح للبيت كان ابن حافظ الكتاب المقدس راح للفابتس اللي على فيكتوريا كان عارف الكتاب كله فاهمه فالقصص اليومية بالليل هنا جبل ما ينام نقرأ الكتاب مثلا إيه آدم نمشي على آدم نشوفنا أول إنسان آدم وكيف أطاع الله كيف بداية كان مع الله كل قصة لها هدف طب بصي أنا أخذك النهاردة يعني ضفتي وهتناقش معاكي لأنه ده مثل مهم قوي كنت بس مع أحفادي وهم قاعدين بيتفرجوا على برنامج الكتاب المقدس بتاع يوم الحد بيتفرجوا على برنامج علشان يتعلموا يعني آيات من الكتاب وكده فقعدت أفكر يا رب يعني لو في أطفال كتير بتتعلم كده وبتسمع ده هل ده حاجة بيتعلموها يحفظوا مثلا آية من الكتاب المقدس هل هو ده اللي بيغير القلب ولا هناك طريقة أخرى نقدر نوصل بيها لأنه الله يوصل بيها لقلب الطفل يعني فيه ناس كتير بتقرأ كتب الكتاب المقدس لولادها إيه الفرق اللي ربنا عملوا في حياتك أنت وابنك الكتاب المقدس مش كتاب عادي أنه مثلا شعر ولا تاريخ ولا إشي أنه نقرأه لا بدنا نعيشه عارف بدنا نعيشه حياة بعدين أول عادة أول ثمان سنين من حياة الطرف التنشئة وتربية كيف ربيتي وكيف أنت كنت مثال إله يعني مثلا ماما مثلا نقش إشي مش إلنا صح أنا بعلم فيه قيمة أنه ما منقشنا الإشي مش إلنا حسب كتاب المقدس لا تسرق لا تكذب أي من أي يعني الوصايا أو الحياة اللي علمنا يا هالمسيح على الجبل إذا أنا عملتها وحكيتها مش رح يبقى نهارده أعتقد أنه الكتاب المقدس لما يكون معاش في حياة الأهل فعلا الوصايا مش بس وصايا الوصايا حياة زي ما أنت بتقولي يعني الأديان الأخرى الناس بتقول ما تسرقش ما تكذبش المبادئ الإنسانية بتقولك ما تسرقش وما تكذبش لكن ليه هي النقطة اللي لازم نرتكز عليها أنت سمعتيني دلوقتي كنت بتكلم عن بنتي وأحفادي فأنا لو حبيت بنتي وحبيت أحفادي عشان هما أولاد بنتي أو علشان هما حلوين وكل حاجة لأنهما بتوعي قريبين مني طلعين مني دي هتكون محبة محدودة جدا وأنانية جدا بشرية بشرية وأردية وأنانية جدا مش كده لكن لو حبيتهم على أنهم عطية الله ليهم مستقبل بيكون الأمر مختلف صحيح؟ أنت بتعديهم لحياة الإيمان بتعديهم أكبر وصالحهم يعني مش إنه مولادي عشان أنا ما أزعل ماما لكي أردية لا أنت يستوى بلن أريح لهم فالديني لما الإنسان يربي إذنه تقبي حفظ كلمة الله بكسب بلن يشمعهم للأبد يعني يوم الأيام بلن بوح بلن تضل طب إذا كان بجانب الإبني وبيخاف منه أو بحسب الحساب طب أنا بس أقول أحبت بعمل زي ما بده لكن على كلمة الحياة اللي تعيش فيه وبيت برمجه وتحركه لك بحسب الحساب لأنه لأنه لن تتحركه بحكي أنك أنت وكيد أنت أماني عندك أنك أماني عندك ورح يوم الأيام بتحسب عليك كل في أماني فإحسب كل مكان طيب نجلاء عايزك تتحركي شوية لأن التليفون بيقطع مش هارف أنا يعني صرف بالسيارة بالعربية يعني ومسكرها مشان ما يصير إذعاج مشان نكون المكالمة واضحة هيك أحسن آه كده أحسن كتير خليني هشارك معاك ومع المشاهدين مثلا في حتة أنانية الأباء والأبناء أنانية الأباء تجاه أولادهم المثل ده شفته النهاردة في عبارة واحدة كده كنت شايفها في الكتاب المقدس في سفر التكوين صار قالت كده لإبراهيم قالت له أطرد هذه الجارية وابنها لأنه ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق العبارة دي يعني أولا سارة هنا كانت بتتكلم عن الجارية وابنها اللي هو يبقى ابن جزها سيبت من يعني بقية القصة بتتكلم عن ابن إبراهيم وبتكلم إبراهيم نفسه وبتقوله إنه هذا لا يرث مع إنه ده مش حق ربنا مش كده وبعدين صح أخوه أخوه وقالت إنه ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحاق ابن الحرة مع ابن الحرة مع إنه مع إنه بتتكلم عن ابن إبراهيم أيضا فساعات إحنا ننسب أولادنا لأنفسنا ولا ننسبهم لله كتير مننا بيفكروا كده صحيح؟ بس بالنسبة لحظة لما عملت هيك هي زرعت بابنها أنصري وكرة لأخوه يعني ربها تربيه فاشلة نفس المثل لأم عيسو وأم يعقوب مش كانت تتميز صغير عن الكبير ربتهم تربية إذا إجيت على التربية الفاشلة وأسبابها كل ياته من الأهل بعدين إنت ابنك على رأي البابا شنودة مرة بيحكي ببرنامج بيسألوا واحد عن ابنه مش مقدم حكاله يا حبيبي ده كان عجيني بين إيديك وهو صغير كان عجيني كنت إنت تقدر تشكف له زي ما بدك إنت أسسته ما كنتش أمين معه شوفي هالكلام ما أروعه شو صح وشو فعال يعني وشو عملي إنت من الزغر نشأه أو أسسه على أسسه صح ولا تزرع في الأهل يا ما بزرع أبو ولادهم أمور دمروهم بإيديهم طيب أنا عايز سألك سؤال أخير نجلة أنت كأم ربيتي ابنك يعني وحدك تقدري تقوليلي إيه عن الخبرة دي أولا بقول شهادة للرب أنه فعلا الولد ممتاز وعطاء وخدوم جدا ومحب ولطيف يعني الحقيقة تحسي فيه على طول بروح الرب موجودة فيه أنت وليلي كده شعورك إيه وانت بتربي ابنك وبتكبري مع الرب أحكي لك إشي صدقا أمام الله عمري ما حسيت إني لحالي ولا مرة بالمدرسة مثلا شوفي أبو تركه كان بصف رابع تخيلي من الرابع الآن هو سنة ثانية جامعة طول الفترة هاي بحياتي بكل أمان ما حسيت إني لحالي نهائي أي نقص أي حاجة بغض النظر المادية إن في المادة أي حاجة أي شغلات معنوية نلجأ للكتاب الآيات تشبعنا الكتاب المقدس يغنينا الترانيم عبارة عن بدي أحكي لك فاتحة عادة بس مع مثلا الناس بيقولك أنا ربيت ابني لحالي وأنا وخاصة بأمريكا وبعدين تنسيش أنت أنه جيله ولا تصفه عايشين كلهم حياة يعني عارف كير أي هو لا أنت ماما ملح الأرض شوفي مثلا أنت ملح الأرض وأنت نور أمين فبالمدرسة لما تسلك سلوك حلو بتبين يسوع مثلا ليه وين لازم إحنا نبين إنه ملح بين العالم مش نتخبى ببيوتنا لا ماما أنت إذا الطلاب عملوا غلط لا تركض وراهم لا تكون فولور أي لا تعمل زيهم لا مشان تبين إنك ملح فكلمة الله ضلت معانا وأسسته الآن يعني قادر إنه يواجه العالم بكل أريحية تحت الدم وباسم المسيح قال مجلة اسمه طبعا مجلة اسمه يعني أحكي لك إحنا بالأردن نحكي كفة ووفة مجلة اسمه الرب صالح وهو فعلا أنا بشحد إنه الرب كان معينك من الأول ومازال هو معينك وبشكر الرب من أجل الثمر اللي وضعه في حياتك فظهر في ابنك تقدر يقولي لو سألتك ابنك امتداد ليكي ولا امتداد للمسيح لا لا يسوع طبعا المجلة للرب ودي يعني دي القلب اللي أنا نفسي النهاردة أشارك فيه معاك ومع المشاهدين ربي باركك يا ناجلة خليني أصلي من أجلك ومن أجل ابنك ومن أجل القادم من عمل الرب كنت حاب أحكي شغلة تسمحي لي أحكي شغلة طبعا 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 من كان بالبري سكول لحد خلص جامعة لخلص الهاي سكول اسمعتها ثلاث مرات نفس الجملة تحكي له مثلا بدي أشوف أمك لما أروح تقولي كيف ربيتي أمام الله فأدغري أحكي لها أقولها الكتاب المقدس كلمة الله بتقولي دائما ابنك بسمع للمعلمة شاطر بالمدرسة يقول كتاب وفعلا لما يكون أي موقف بين الطلاب مثلا ولد صار مع مشكلة قول بتلاقي يتولى الأمر ويحل المشكلة الطريقة مرتبة فالمعلمات بنتبه أعطوه مرة أعطوه مكافأة أنه مميز بالسلوك المسيحي المجدن يا رب هذا كله زي ما تشعر عامين طبعا ده مجدن لإسم الرب في العمل في حياتك خليني يصلي من أجلك ومن أجل فوت يا رب نعطي كل المجد ليك فيما صنعت في حياة نجلاء وابنها وعائلاتها يا رب نجلاء نفسها امتداد لعائلة خدمة المسيح وحبتك يا رب فبقت صورة ليك وامتداد لعملك في حياتها يا رب وفي كل مكان بتروح وهي شهادة ليك فأنا بشكرك لأنه بول كمان كده بصلي يا رب من أجل كل أولادنا إن هما يكونوا امتداد لعملك والمجدك في حياتهم الشخصية يكونوا صورة ليك يا رب في كل مكان ليك المجد أمين أمين شكرا حبيبت الرب يباركك يا نجلة شكرا طيب أخذ مكالمة مين معايا طيب أهلا سلام المسيح أخ هترو من العراق أنا مش سامعة طيب خلاص لما يرجع لو اتصل تاني وصلوا بي أنا يعني أخذت مثل هل بنتي امتداد ليا أولادها امتداد لها وده يستمر كده ولا احنا امتداد للمسيح دي حاجة مهمة قوي ان احنا نفكر فيها عايز اقول ان كتير من الأمهات والأبهات بيتكلموا عن أولادهم كأنهم ملقية خاصة كأنهم يعني يقدر يقولك انت عطيت ربنا لي بس ما يجي يتعامل معاه يتعامل معاه لانه بتاعه بقى ملكية خاصة والفكرة دي مش فكرة كتابية أبدا لانه زي ما شفنا لما حنا طلبت من الرب ابن ونظرته للرب دايما العطية اللي انت بتطلبها من الرب وتبقى مشتهية جدا لو خدتها وحطتها على المسبح ربنا يسمر بها جدا حتى أولادك ففيه بس أهالي كده يستخدموا عبارات زي إحنا يعني انت وانت اسمعوني كده وشوفوا انتوا بتستخدموا العبارات دي ولا لأ بتفكروا بالطريقة دي ولا لأ أما حد يقول أنا ابني دا امتداد ليا أنا بعمل تاريخ للعيلة مثلا أولادي ملكي أو مثلا حد يكلم أولادي يقولهم أنتوا مديونين ليا بالطاع العمياء أنا اللي عملتوك مثلا هل الابن لازم يطيع الأب أيوة ولكن انت تعلم ابنك انه يطيع الله فيطيعك ويحبك مش كده احنا بنحط نفسنا مكان الله للأبناء ايه اللي العبارات دي بتمثله في حياتك أنا بتكلم عن ثقافة مسيحية وإسلامية بيفكروا بنفس الطريقة كأنه الأولاد دو الملك ابنك وبنتك ليسوا ملكك ولكن هم أبناء الله عطية الله انت مسؤول عن هذه العطية ترعاها بأمانة وتحطها أمام الله على المسبح خليني أخذ مكالمة الأخ هترو أهلا بيك سلام المسيح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام ونعمة لك أهلا بيك تفضل حياكم الله أختي العزيزة وبرنامجكم لطيف جدا والكلمات التي تخرج منك كلمات لطيفة جدا ولكن تحتاج بعض التوقف أنت عندما تحدثت جنابكم الكريم عن الإسلام بطريقة لطيفة وجميلة جدا واستعرضت أفضل ما في الإسلام وفي المشتركات الموجودة بيننا وبين الأخوة المسيحيين طبعا أنت أنت مش اسمت هترو أولا أنت اسمت مصطفى صح؟ لا لا اسمي هترو لا أنت اسمت مصطفى تكلمتني كتير عزيزتي عزيزتي أقسم الله أنا اسمي هترو ماشي خلينا أكمل ذكرتي أنت جنابه قلت المسلمين يتعاملون مع أطفالهم أنهم ملكون لهم لا ولا يطعم المعنون يقول الله عز وجل وزر أخرى كل إنسان يسأل عن فعله لا الأب يسأل عن الأب ولا الأب يسأل عن الفعل وأيضا يقول الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملة أموهن على وحهم وأن لا تطحهم إن قالوا لكم اشركوا بالله لا تطحهم إذا قالوا لكم أن تشركوا بالله فبالتالي الإطاعة مشروطة بماذا بالعبودية لله عز وجل إذن هي كلها تنصب هذا واحد اثنان الله عز وجل يريدنا أن نعبده من حيث يشاء لا من حيث نحن نشاء فليس كل شيء منتوج إنساني من باب الإطاعة نحن نفرضه على الله عز وجل فيجب أن نبحث في المشتركات ولذي ملاحظة على عنوانك قلت يد الله هل هذه اليد حقيقية أم رمز فقط وشكرا لكم العقل ده بس كده خلصت نعم شكرا مع السلامة عزيزتي نفسح المجال للآخرين طيب شكرا أخير طيب أنا كنت حامل المقارنة دي دلوقتي يعني أولا المقارنة الظهرة كبيرة جدا أنه أنا بتكلم هنا عن يد الله مع الأبناء يد الله اللي هي يعني مش يده مش كل واحد إيده منظورة لكن يد الله هي عمل الله إنتوا بتتوقفوا كتير قوي عن حتة يد الله وقعد على كرسي مش قعد على كرسي قعد في السماء قعد معانا الكتاب المقدس بيعلمنا أنه الله معانا المسيح لما جيه على الأرض هو اسمه كده عمان وقيل الله معانا دي حاجة في الإسلام غير موجودة علشان تبقى تكسر في ذهنك عمل المسيح اللي هو جه مخصص لي خلينا اتكلم على مسألة العبودية أنا اخترت العنوان النهاردة أنه يكون بيتكلم على أبناء الله أبناء الله بيتكلم على الأباء وعن الأبناء أنا كبنت لله أنا أم ولكني أنا أيضا ابنة لله الله تبناني من خلال المسيح ما بيتعاملش معايا كعبدة الكتاب المقدس بيقول أنه إحنا بقينا أبناء العبودية دي يعني مش موجودة في الكتاب المقدس لكن العبودية الإسلامية اللي بيتكلم عنها الإسلام لإله الإسلام هي يعني المسلم مسخر لعبادات معينة يعملها ويعيشها علشان عازل الإله يرضى عنه لكن المسيحي لما يعيش مع الله يعطي حياته بالكامل لله زي من المسيح مات من أجلنا وأعطانا المثل إن إحنا نكون يعني ممثلين لي على الأرض إحنا كمان نعطي حياتنا لله ونقول له رب استخدمنا حتى إن الناس يروك من خلال التغيير اللي إنت عملته في ألباني بس عايزة يعني أعمل مقارنة صغيرة عن موضوع فكرة الإسلام عن الأطفال القرآن بيقول إنه المال والبنون زينة الحياة الدنيا مش كده إنه الإنسان بيشتهي المال والبنون دي يعني يعني ما يحط المال والبنون كأنه هما الاثنين من أعظم الحاجات اللي بيشتهيها الإنسان مش كده كأنهم إضافات تخلي حياتك أفضل بشكل من الأشكال كل واحد مننا بيشوفها بشكل مختلف يعني مثلا الستات بيبقى نفسهم إنه هما يخلفوا علشان يحسوا بأممتهم علشان خاطر يكون عندهم أطفال يعيشوا من أجلهم فيه ستات فيه ستات عايزة تخلف علشان خاطر لو ما خلفتش حياتها مش يعني الجوازة مش هتمشي وهكذا لكن إحنا بنطلب من الله إنه يدينا أولاد في المسيحية لما بنطلب من الله إنه يدينا أولاد بيطلب من الله إنه يدينا أولاد حتى إنهم يكونوا امتداد لرسالة المسيح مش امتداد لحياتنا إحنا الشخصية في الإسلام الطفل امتداد لعيلته أنا الأسبوع ده اتسألت سؤال عن الموضوع ده بالتحديد واحدة سألتني إزاي الإسلام بيشوف العلاقة بين الأباء والأبلاء حياتنا أنا فكرت يعني إن الإجابة اللي ربنا حطاها في قلبي اللي كانت سبب الحلقة دي لقيتها نتاج لللي أنا فهمته من دراساتي في الإسلام لو بسطت الأمر جدا هشوف إن العائلة المسلمة بتجد إن الأطفال امتداد ليهم أما في المسيح فالأولاد امتداد لعائلة الله في خلفيتنا الإسلامية منظور الإسلام لحقوق الأطفال مثلا أما يعني أما تتكلم عن حقوق الطفل إيه إنك تربي كويس وإنك تعلمه الصلاة وإنك تأكله وتشربه وتلبسه وتعلمه التربية الإسلامية أنت بتعده لإيه أنت بتعده إنه يتبع إله يعلمه إنه يعيش يدافع عن هذا الإله طول حياته وعن الإسلام طول حياته لو عرفت إنك تعمل كده الطفل ينظر لي في الإسلام الإبن ينظر لي في الإسلام هو طفل مثلا عن إنه يعني يعني أقل كثيرا من بقية العيلة الكبار مثلا في المسيحية الإنسان ما كانت لا تتغير بسنه ما كانت تعرف بإمته عند الله يعني في الكتاب المقدس تلاقي مثلا إنه أما ربنا كلم صمويل كان صمويل عنده ست سنين والله ادى له رساله وهو عنده ست سنين وتعامل معاه وهو طفل قمته لا تتغير بسنه لكن مستقبله مع الله هو ليحدد قيمة هذا الإنسان في مقال أريته للشيخ أحمد صالح المنجد المقال ده الشيخ أحمد صالح بيقارن به بمنظور المسلمين لتربية أولادهم وللأطفال يعني في الإسلام والمقارنة بينهم وبين الغرب فأنا مش عارفة ليه هو أخذ المقارنة دي بالذات لكن لفتت نظري جدا بيقول كده بيقول أنه في إحنا بيقول ذكرنا أمور كثيرة جدا مما جاءت به الشريعة بشأن الطفل اللي يوجد لها مثيل مطلقا في قوانين الغرب والشرق وقد حملت الشريعة الأبوين مسؤولية تربية الولد وبيقول لنا آية قرآنية بقى من سورة التحريم بيقول كده يا أيها الذين أمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال علي علموهم وقدبوهم الأبوين عندنا بقى شوفوا المقومات اللي هو عايز يضعها في الطفل بيقول أنه الأبوين عندنا يندفعان لتربية الطفل خوفا من الله وخشية نار وقودها الناس والحجارة ولذلك يكون الباعد خشية الله تعالى إذا فرت الوالد أو الوالدة فإن العذاب والعقاب لهم بالمرصاد يوم الدين دائما ما تجد الخوف العامل الأساسي اللي يدفع المسلمين أنهم يتصرفوا في أي حاجة إذا كان خايف من عقاب الله فلازم يعني يعلم أولاده إزاي يعيشوا مع هذا الإله إذا كان خايف من النار فلازم يقوم بأعمال معينة أنا لا أعتقد أن تربية الأطفال المدفوعة بالخوف هي الأساس الصح لكن التربية اللي تنتج طفل زي ابن الأخت نجلاء هي محبة الله عندما نحب الله ننقل الصورة لأبنائنا بشكل واضح جدا ما يقدروش ما يشوفوهاش بشوفها في أحفادي لما فينا اللي بيلمس الطفل الصغير معنا مكالمة مين معايا مينا أهلا أخي مينا تفضل سلام المسيح معك أنا أنا كنت تعيز يعني الحلقة دي أثرت في بشكل خاص الحقيقة أنا متزاود و لسه ربنا ما دنيش أولاد يعني أي أي أنا كان نفتي لما يكون عندي أولاد ربيهم في محبة المسيح أمين فأرجو الصلاة من آجلين ربنا يدي أمين أخي مينا نحن نصلي معك كلنا دلوقتي إن الله يعطيك الرؤية لمستقبلك معاه ومشيئة الله الصلحة في حياتك سواء كانت هتكون زي انتظار حنة وزوجها لوصول سامويل أو سواء كانت إن الله يعطيك أيضا أولاد آخرين بصورة أخرى تنشئهم في المسيح خلينا نصلي مع بعض الأول وبعدين أحب أسألك عن ليه أنت عندك الرغبة دي في أنك تنشئ أولاد يمجدوا اسم المسيح رب إحنا نصلي نصلي مع أخونا مينة نشكرك رب لأنك صالح رب وإنت تعطي كل عطية صالحة لأبنائك وإنك رب عندك عطية خاصة لمينة وعيلته وزوجته وخطة وهدف لحياتهم في اسم يسوع المسيح رب بسألك أنه غناك يعطيهم كل احتياجاتهم الجسدية والروحية رب في اسم يسوع وإعلاناتك تعطيهم سلام وتعطيهم شبع بحضورك في وسطهم يا رب تقترب لهذه العائلة وتغنيها وتعطيهم يا رب ثمار محبة ليك إن كانت أطفال وإن كانت أمور أخرى أنت تعلم أنها الصالحة ليك المجد من الآن وإلى الأبد عارف أخي مينة أنت معي معي زي ما بنقول كده أبانا اللازي في السماوات وبنقوله لتكن مشقتك الصالحة في حياتنا لازم يعني نكون مؤمنين جدا إنه مشقت الله صالحة حتى لو اشتياءات قلبنا بعضها لم يتحقق مش كده تماما آمين أنا كنت حاسة كنت حاب أسألك يعني اشتياءك إنه يكون عندك طفل تربيه وتعلمه محبة المسيح تقدرت يعني إيه اللي أنت عايز تديه لهذا الطفل وليه هذا الاشتياق يعني ده أحساس عادي متالي من كل زوجين إنه زي ما ربنا يعني خلق آدم عشان يفرح بمتالي إحنا برضو عندنا نفس الأحساس ده صحيح صحيح ولكن أنت يعني هل علاقتك بالمسيح فيها حاجة أنت عايز توصلها لأولادك الله غير فيك إيه أنت واضح أنك طبعا مينة يعني مسيحي إمتى شعرت بهذا التغيير اللي أنت عايز توريه لأولادك أو أولاد تربيه يعني أنا ما سألتش نفس الأسئلة دي حقيقة بس أنا يعني من جوا ما كانش الأولاد هيكونوا لمجد المسيحي أحسن ما يكونوش ما يجوش يعني أمين في اسم يسوع الله يعطيكم شهوة قلوبكم ويستخدمكم كبركة لأولادكم ولأولاد آخرين في اسم يسوع أمين أنا بشكرك وهنكمل صلاة من أجلك وأتمنى أنك تتصل بقى وتفرحنا باستجابات الرب في حياتك أمين طيب فاضل خمس دقائق على الحلقة أنا يعني عايز أقول أنه في الآخر الله عايز يعلمنا يعني ما عنديش وقت تكمل الفكرة الإسلامية لكن أنا عايز أقول أن الإسلام بينظر الأولاد على أنهم امتداد للإنسان وأنهم يعني ممكن يكونوا بيزودوا ميزان حسناته مثلا وأنه الإنسان المسلم بيفرح بأولاده وبيحب أولاده جدا مش كده لكن بيشعر أنهما بيمثلوه هو المسيح بيقولك وبيقولك النهاردة كعابرين كمؤمنين أنه أولادك امتداد لعمل الله في حياتك امتداد لصورة المسيح لقصة المسيح لمحبة المسيح أن لم تربي أولادك على أنهم يكونوا صورة لله في حاجة نقصة كتير وكبيرة جدا في حياتك عندما تنادي الله على أنه أبوك يجب أنه أولادك يكونوا أولاد الله مش أولادك أنت عايز أقولكو حاجة سريعة جدا وهاخد المكالمة اللي جاية في الأيام الماضية كان فيه صعوبات كتيرة عند ابني الكبير صحية ففي يوم اتصل بي وقال لي ماما أنا معت وأطلقت نفسي وإنت أطلقتيني للمسيح صلي من أجل أولادي علشان هم كمان يتربوا على أنهم يكونوا مخصصين ومكرسين لله هي دي الثمر اللي أنا حب أشوفه في أولادي وفي أحفادي صلي أنه يكون نفس القلب عندك مهم أنك تكون أنت ابن الله مستخدم لمجده وأولادك كمان خليني أخد شايماء أهلاً يا شايماء تفضلي أهلاً أخت أماني مرحب حبيبتي أهلاً بيك تفضلي سلام ومسيح عليكم سلام ونعم مليك آمين بما أنك أنا أفضل أتكلم باللغة العربية الفصحة مصري شوية أوكي بما أننا نتكلم على الأولاد وتربية الأولاد فقط ومع أني أنا تربية بخلفية بين قوسين إسلامية قبل أن أكون عابرة أوكي أي إحنا أوكي إحنا تربية بعقلية أن الله وأستغفر الله طبعاً أن يكون الله المسيح ربنا المسيح على هذه الصفة وكأن الله وحش يخوفونا من الله وكأن الله وحش رح يأكلنا أوكي الله ما فيش محبة ما يغرشوش محبة بين الأطفال وبين ربنا المسيح أو الله بأي كانت صفته المسيح فمش ممكن نتمثل بإلها نكون هنخاف هنخاف منه أيوة يعني لازم بيغرشو في فكرة الأطفال إن الله مش الله محبة الله سلام الله مودة الله رحمة لا بالعكس الله وحش رح يأكلنا ورح يعذبنا وكأن الله خلقنا كي يعذبنا مش خلقنا أوكي حتى لو إنه دي أسماء اللي هم بيقولوا عليها الأسماء الحسنة لكنها ليس لها تفعيل في حياتنا أصبحت أنا كنت حفية مسلمة مدة عشرين سنة أوكي يعني باني في كتير للعب على العقول و يعني زي ما يكون ريموت كونترول و يعني عندي فكرة مش عارفة إزاي أوصلها يعني بيتحكموا فينا بيتحكموا فينا زي ما هم عايزين لازم تصلي لازم تصوم ربينا حيديك لازم تأخذك علشان كده بقى نقطة التخويف دي هي كانت البداية في مقال الشيخ أوكي حنربيهم عشان إحنا خايفين ونخوفهم كمان لا 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 حتة الخوف اللي غرسوها فينا خليتنا نهرب من الله مش نتقرب من الله طيب شايماء بصي أنا عايزة أقولك حاجة أنا قدامي نص دقيقة بالزبط علشان لازم أخلص لكن لا معلش لو سمحتوا خلولي نمرت شايماء وأحب أصطديفك في حلقة قادمة أوكي أوكي ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة أماني وسلام مسلح علي سلام ونعماليك حبيبتي ربنا يباركك طيب أعايزة أقول أنه المسيح أحبنا كأبناء وإحنا بعد خطاء أنت كمان وأنت حبي ولادك للمسيح حتى وهم عايشين في الغلط حتى وهم بيخلفوكي لكن حبيهم للمسيح والرب يقوم الطرق ويرجعهم ليكم ويرجعهم لطريقه علشان يكونوا صورة لي مش ليك في اسم يسوح عمل لكم حلقة تانية قادمة نتكلم فيها عن كيف نصلي من أجل أولادنا ونرفعهم أمام الله إلى اللقاء شكرا للمسيح